وبالانتقال إلى خبر آخر بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس أخيراً المساعدات الأمريكية للعام 2018 وخارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم التي تحكم بالمساعدات للأردن للأعوام 2018-2022 وزير التخطيط المهندس عماد فخوري قال في بيان صحفي عقب انتهاء زيارته إلى واشنطن إنه تم الاتفاق على الإطار الزمني للتطوير والتفاوض على مذكرة التفاهم مع هدف توقيعها خلال العام 2018 وأقر الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات لأردن للعام 2017 بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار منها مساعدات اقتصادية بقيمة ثمانمائة واثمائة عشر مليون وخمسة وثلاثين ألف دينار تتضمن أربعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار كمنحة نقدية لدعم الموازنة العامة وأكد الفخوري أن كبار المسؤولين الأمريكيين أكدوا على مواصلة الدعم للأردن وتقديم المساعدات